لا يكاد يمر يوم على منطقة الغيل بمحافظة الجوف إلا وتستهدفها ميليشيا الحوث الإنقلابية بقذائف الموت قرية الغيل إحدى القرى المكتظة بالنازحين والفاردين من حرب الميليشيا التي شردتهم من منازلهم باتوا تحت تهديد القصف العشوائي الذي تشنه الميليشيا من مناطق سيطرتها غرب المديرية هذا المنطقة منطقة الغيل مليئة بالنازحين من النساء والأطفال والحوثة كل يوم ويصبوا قذائفهم لا فوقها والمليان نساء وأطفال كل يوم إصابة يعني ثلاثة أربعة أربعة أطفال أصيبوا بقذيفة صاروخية أطلقتها الميليشيا بشكل مباشر واستهدفت أطفالا كانوا يمارسون اللعب جوار منزلهم هذا المشهد ليس سوى مشهد من جرائم الميليشيا التي ترتكبها كل يوم بحق المواطنين في الجوف الذين عبروا عن استنكارهم للاستهداف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا على المواطنين في القرى واستمرار قصفها العشوائي بكل أنواع الأسلحة اليوم احنا كنا بنلعب أنا وزملائي واستهدفلنا الحواثة بكهادوش ومدربا وصبنا الجرحة وصبنا أربعة ونازحين في منطقة الغيل في قرية الغيل وتضاف هذه الجريمة إلى جرائم الاستهداف الممنهج للمدنيين والقصف العشوائي للمناطق والأحياء المأهولة بالسكان في محافظة الجوف وعدة محافظات يمنية والتي سقط فيها آلاف الشهداء والجرحة في صفوف المدنيين وسط دعوات للمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى القيام بدورها في توثيق ومراقبة الانتهاكات التي تقوم بها ميليشيا الحوثي في هذه المحافظات اليمنية باعتبارها من جرائم الحرب ضد الإنسانية وانتهاكات لحقوق الإنسان ماجد عياش من شباب محافظة الجوف اشتركوا في القناة